عاوز اتكلمك على تفصيله بس معانا عن احمد عبدالادر يلا احمد عبدالادر في حاجة صغيرة لو تخلى عنها ممكن يبقى من احسن خمس لعيبة في افريقيا احمد عبدالادر من اكتر لعيبة المهارية تعرف ترقص من سبات تعرف ترقص من سرعة تعرف ترقص على الخط في اصغر المساحات يعرف يعمل الفارس ولكن يا كريم النهاردة عمل مباراة هيلة ولكن دايما في مشكلة في التزويد بيزودها جدا 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 انت ياخد الكرار بالتمريد او الكرار بالزبط عارفة كريم ودائما باصص في الارض دائما باصص في الارض فيه كرة النهاردة سيبك من فيه كرة اللي زودها فيه كرة هي اكتر كرة ممكن تقول يعني كانت غريبة او كرة تردت من بيرسي تاو لان بيرسي تاو نسو تاو تردت ونزلت اول ما كرة بتطب على الارض احمد عبدالادر لو حط بطن رجل الجنفة دي احمد عبدالادر برضو استلم وكان عاوز يلم تقطعت منه وطلقت مرة دي كانت حالة من الحالات اللي جمال جايبة هو لو حطها وانتش الحتة دي لو تخلى عنها احمد عبدالادر هيكون عاوز اقولك ممكن رقم واحد في منتخب مصر في الحتة اللي على الشمال دي رائع خصوصا في الواحد على واحد ومهارته ولكن هو بيزودها جدا وبيبوز للأسف حاجات كتيرة جدا بيعملها بسبب التزويدة اللي في الاخر دي خليني اقولك يا كريم قبل ما تلني النقطة تانية امتفق جدا مع محمودة على قصة عبدالادر لكن هقولك لما اتكلمت مع حد من الفنيين جوه النادي الاهلي في جهاز النادي الاهلي على قصة بتاعت احمد عبدالادر احمد الراجل بيسق فيه جدا لانه عنده من القدرات اللي بديره حلول كتير لكن خليني اقولك ايه السر اللي لسه عنده مشكلة والراجل مش عارف يطلع منه الاكسلوريشن عنده احمد ممتاز يعني ايه اكسلوريشن بعد ما بيعدي واحد والتاني بلغة الكورة وبالشكل البسيط فجأة فجأة استطارة بتنزل مفيش نفس مفيش نفس الراجل اتكلم معايا على دي والراجل نفسه قال انه هو دي شغال معايا عليها علشان يصبح القرار نفسه ليه سبب هو ايه السر وكل مرة هعمل القرار غلط او هعمله صح لكن مش في توقيته فالمشكلة ان عبدالادر بعد ما بيعمل الاولى والتانية البنزينة عنده بيخلص فين؟ مش بنزينه البدني بنزينه الزهني خلص فعندك مشكلة فدائما الحجة من اتنين يتقلل ده فتعمل الاولانية وده اللي شايفه مارس الكولر وده تحليل مارس الكولر للمشكلة اللي عند عبدالادر هو بيحاول يشتغل معايا عليها لكن خلينا اقولك تاني واكد لك تاني وتالي طرابة هو بيصق تماما في أحمد عبدالادر وشايف انه حل مختلف تماما عن كل الاجناحة اللي موجودين عنه شكرا احمد عبدالله عطول موجود في الملاحة